كده عمر محمد رشوان بعيدت لك رسالة من اليابان هنشوف هيقولك ايه وانت هترد عليه تقوله ايه السلام عليكم انا عمر رشوان نهاردة عايزة تكلم عن والدي الكابتر محمد رشوان لانا دايما بفتخر بي وبفتخر ان انا ابنه لأقل لحاجة ممكن اقولها ان انا ما بمشي في الشارع او اي حد في اليابان بيسألني اسمك ايه او في ايه ميتينج او في ايه حتة بيسألني اسمك ايه بقول له ان انا اسمي عمر رشوان بيقول لي اذا انت ابن الكابتر محمد رشوان فبيتفاجئوا جدا وبيعضواي ويحكوا لي الحكاية بتاعت والدي ويعني بيفتخروا جدا يعني بيقولون نفسهم يعني هي من امنية حياتهم انهم يقابلوا والدي وفي حكاية يعني حصلتلي في الحقيقة ان حد قابلته فعلا هو الشخص كان في المستشفى وهو امنية حياته ان يبع عنده سيجنيتر من والدي وطلبت من والدي ان هو يعمل لي سيجنيتر وبعدته له في المستشفى وحمد الله يعني الشخص يعني بعد ما شاف الحاجة كلها يعني شاف السيجنيتر كان مبسوط لمرحلة غير طبيعية لهذا المرحلة يعني الناس بتفتخروا بمبسوطين قوي بشخص اسمه كابتر محمد رشوان شكرا يا جمعة هتقول ايه لعمر اتقصرت لما شوفتها وحشني اه ربنا يخليه لك يا رب عمري وحشني جدا واتمنى ان انا اشوفه قريب ان شاء الله هتروح لهوله هجيلك انا هروح طيب غريبا جرانت سلام جرانت سلام تعمل في ديسمبر فبروح مع الفرقة يعني من انا انا ابن محمد رشواني فيلاقي الدنيا بتتغير يعني فهو اخد كمان طبع منك حلو قوي ان هو حمل حاجة انسانية الواحدة عام في المستشفى يعني هو كان عنده علي امر عمل عملية المرارة في المستشفى اه فكان جاء اه واحد في المستشفى عرف ان هو ابني فجاله فقال له انا عايز بتاع فهو اما جيت انا رحت خد خليني مضيت له على اه على توجراف وبعته له كان مبسوط قوي يعني علي بعتلك رسالة عشوف هيقولك فيها ايه كمان وترضى عليهم بقى اللي اتنين مع بعض السلام عليكم انا اسمي علي محمد رشوان ابن كابت محمد رشوان طبعا مفيش كلام يعبر ادي ايه انا فخور بوالدي يعني وهو ظهري وسندي وطبعا سايدني في حياتي كتير جدا يعني من غيره يعني ما كنتش عارف عامل ايه ايه ما كان بروخه اول ما بيعرف بيعرفه ان انا اولبي كابتن محمد رشوان دايما فيه السيرة الطيبة وان هو خروق جدا ودايما بتذكره اللي حصل في الولمبياد 1984 واللي عمله واللي اثر على العالم بيه وتأثيره للرياضة والرياضة المصرية كأخلاق مش بس في مصر في اليابان وطبعاً لما ببقى في اليابان الناس اللي بتعرف ان انا والدي كابتا محمد رشرون يعني بيشيلوا من الارض يشيل دايماً بيتذكروا باللي حصل وهم يعني شايلين الموضوع ده جميل كبير جداً في دماغهم يعني مفيش حتة او مفيش حد قابلته يعني لما بيتذكروا باسم محمد كابتا محمد رشرون بيتقال حاجة وحشة ده هم دايماً السيرة الحسنة والسيرة الطيبة وهم قدي ايه هو رجل عظيم والنجاح او الحاجة اللي حققها في حياته ساعتها قدي ايه كبير وقدي الناس واخده الموضوع ده كمثالهم الاعلى ورياضيين كتير برضو واخدين الموضوع المثالهم الاعلى يعني هو بقد رجل عظيم جداً يعني بدون شك يعني مفيش تلام برضو يعبر قدي ايه هو رجل عظيم وقدي هو بالنسبة لي يعني اعظم رجل حصل في التاريخ هتقول ايه لعلي اتمنى له كل خيره ولسه متجاوز مبلوش كتير اتمنى له السعادة في حياته واتمنى له انه يبقى عنده الزرية صالحة ان شاء الله علي اعتبر اول حفيد لعالية مراتي وكانت حماتي بالنسبة له كان علي كان بالنسبة له حاجة مهمة جداً لان اولادي كلهم انت ولدوا في اليابان بس علي له معاذ خاص عن حمادي وحماية وحماتي بالذات يعني علي مكافح واتمنون الخير ان شاء الله وربنا باركته في مراته ايا وربنا باركته في بيته واتمنى له كل حياة سعيدة ان شاء الله ان شاء الله فيه طبعاً علياء وعلياء دي موجودة في اليابان علياء مشكلة مش قادرت كل ما تيجي تسجل الكلام بيهرب منها مش بيهرب منها وبتبقى دموحها اه عشان بعتها نبتها تشوفكم اه